جدل سياسي حول جماعات الإسلام السياسي عقب إحباط مخطط إرهابي في فيينا طبعا ده المخطط اللي احنا تكلمنا عنه وخبر آخر متعلق برضو بالإسلام السياسي الحزب الاشتراك في النمسا يطالب بحضر جماعات الإسلام السياسي وإن كان بالنسبة لي ده شيء جديد على حزب الاس بي إنه يطالب وهو حزب يساري إنه يطالب بمثل هذه المطالبة قرأت حضرتك الموضوع الإسلام السياسي بشكل عام والموضوع هذا بشكل خاص هذه الحالة الدعائية التي نعيشها دائما كل ما صار فيه تهديد إرهابي ما كل ما صار فيه عندنا مشكلة ما كل ما صار فيه تحدي ما بتلاقي فورا بتلعو لك جماعات يجب محاصرة جماعات الإسلام السياسي عما يحوصوا ويلوصوا بالنمسا صار لهم سنين صار لهم عشرات سنين نحن طلع على لصاننا شعر وطلع على لصاننا عشر لسانات نحن نقول لهم هذه جماعات الإسلام السياسي هي خطر الجماعات التي تقودها إيران خطر خطر كارثي على النمسا الجماعات التي تقودها وترعاها تركيا بشكل وبآخر خطر كارثي الأفكار الأفكار المتشددة التي جاء بها العديد من المهاجرين من الدول العربية خطر شديد على النمسا يجب العمل على تشديد مراقبة الخطاب الديني هذا شيء ضروري يجب العمل على على مراقبة بصراحة وإعادة صياغة الهيئة الإسلامية هذا شيء ضروري جدا لأن هاي هي النتائج شخص خلال أسبوعين سبحان الله اطرف وبايع داعش طب هدا وين درس هدا وين اتعلم هدول يا أستاذ يا أستاذ مدوح هدول الأشخاص حتى على فكرة كل اللي قالوا عنهم متورطين بهذا العمل الهراب هدول موليد النمسا هدول ملاكي النمسا هدول ريبيو ودرسوا بالنمسا وفاتوا مساجد النمسا وبتحدثوا ألماني بغض النظر أنا اللي بدي أقوله لأنه يوجد فشل بالخطاب الديني فشل بالخطاب المجتمعي اليوم المؤثر الحقيقي والذي هو فعليا عنده سلطة حقيقية للتأثير بهذه الأشخاص لا يستطيع أن يصل لهم ما عنده وصول على السوشال ميديا بالشكل الحقيقي اليوم السوشال ميديا عبارة عن مستنقع أستاذ ممدوح اليوم بيقولك أحد المؤثرين الداعي ما بعرف مين شو اسمه موجود بألمانيا هو اللي مأثر فيهم طب هذا ليش موجود بألمانيا وهذا ليش عم يأثر وهذا ليش موجود موجود يعني يرحلوا ما رحلوا موجود هذا قديم يعني أنت بتطالب انه يرحلوا ما بعرف يعني يشوفوا شو وضعه هذا الخطاب التطرف اللي موجود على فكرة عم بيجي من سويسرا وعم بيجي من ألمانيا وعم بيجي من النمسا وفي مين من ساجد ومنظمات هون بترعا وبتعيد انتاجه المشهد اليوم الفلسطيني الساز ممدوح مشهد متطرف سلفية سلفية اسلامية مسيطرة على المشهد بشكل كتير كبير اليوم بتلاقي سبحان الله أقصى اليسار الفلسطيني مع السلفيين والإخوان مناخ متشدد مناخ متطرف بالمجمل بشكل أو بآخر يحرد على القتل يحرد على على إفناء الآخر يحرد على تكفير الآخر هذا الشيء بده مراقبة هذا الكلام مش نتاج يوم وليلة الساز ممدوح يعني انت بتطالب بأعادة النظر في الخطاب الديني والهيئات الإسلامية بما فيه بما فيه بما فيه الخطاب اليمين المتطرف التي تروج له وتشدده أيضا بعض المتشددين المسيحيين بشكل أو بآخر الذي يشحن المناخ المتطرف وحركة الهوية هذا التطرف إن كان من التطرف المسيحي أو التطرف الإسلامي أو التطرف اليهودي هذه الخطابات يجب مراقبتها يجب العمل على إسكاة كل من يروج لأي كراهية أو لأي تطرف أو لأي إلغاء للآخر أو لأي شيء يفني ويلغي الآخر ويلغي صوته حتى لا تؤثر بشكل المباشر لا تؤثر على المجتمع نعم طبعا طبعا أكيد هاي الأمور إن لم تراقب هاي نتائج هاي نتائج دائما ما فيني أنا ما فيني يقول لك أنا اليوم عم بشغل كمبيوتر وعم بستنى يطلع لي طيارة منه هذا كمبيوتر أنا شغلت كمبيوتر ما رح يطلع لي منه طيارة فبالتالي لما بكون في خطاب متشدد وفي خطاب أحمق أو في خطاب غبي أو خطاب مائع لا يعبر لا يعبر ولا يغني الشباب الشباب يا سيدي اليوم اليوم الشباب الشيء اللي عم يصير بيغزة الشيء اللي عم يصير في فلسطين شيء كارثي لما أنا ما بشوف فيه تأثير وما في حتى عم يكترس بهذا الشيء طبعا بده يصير تشدد طبعا بده يصير تطرف هاي الصراعات الموجودة اليوم ببلادنا هي عم بتغذي التطرف بشكل أو بآخر عدم وجود حلول سياسية بسوريا وبالعراق هذه تولد التطرف كيف يوجد التطرف طب خلينا على غرار موضوع غزة ده وانت اللي جبتني للسؤال ده ومش في موضوعنا دلوقتي هناك ورقة أمريكية جديدة لعملية تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار بشكل جدي في الفترة القادمة هل تتوقع أن يكون هناك حالة في الموضوع بعد اغتيال إسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي ووصول الخنوار لرأس المكتب خلينا نأجل هذا الخبر فيه خبر لأنه أعتقد بتحدث بهذا الشأن بإيران والوزير الخارجي تبديني جزء عشان أنا افتكرته عشان ما نستفع صراحة لا أعتقد أن اليوم الجانب الحمسوي والجانب الإسرائيلي جاد بأي بأي اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم الحماس وإسرائيل بشكل أو بآخر متفقون على تدمير غزة وأهل غزة بشكل أو بآخر وفيه للأسف اليوم اليوم يقال يقال مئة شخص يعني صراحة ذهبوا ذهبوا نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي ونتيجة بصراحة وبيطلع لك الحية شو كان اسمه الأولاني إسماعيل هانية لا لا الحية 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 ما رأي شو اسمه الأولاني هو حية بصراحة بقول لك المقاومة مستمرة وكل هذا القتل لن يفنينا المقامة مين